أكد مصدر رسمي مسؤول أنه جرى تحويل ستة أشخاص تم ضبطهم إثر التحقيقات التي أجريت حول الفيديو المسيء الذي عرض في إحدى النواد الرياضية لمدع عام محكمة أمن الدولة كما قرر مدع عام محكمة أمن الدولة استنادا لإحكام قانون منع الإرهاب لعام 2006 وقانون العقوبات الأردني توقيفهم جميعا ومن بينهم أحد أعضاء الهيئة الإدارية لمدة 15 يوما في مركز إصلاح وتأهيل جويدة بتهمة القيام بأعمال من شأن يتعرض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وأحداث الفتنة بالاشتراك والقيام بأعمال لم تجزها الحكومة من شأنها تعكير صلاتها بدولة أجنبية بالاشتراك